في قطر تنتشر هذه اللافتات أو الجداريات وفكرتها أن تحمل أحاديث نبوية مترجمة إلى الإنجليزية تعكس قيم الإسلام السمح وقد لقت هذه الجداريات نجاحا كبيرا إذ شدت إليها أنظار جماهير الكرة الذين هبوا من كل حب وصوب من المبادرات التي تهدف كذلك للتعريف بسماحة الدين الإسلامي تخصيص مرشدين يقودون الجماهير في زيارات منظمة عبر عدد من مساجد البلاد ومعالمها الدينية هذه المرة الأولى التي أدخل فيها إلى المسجد رأيت مساجد في الإكوادور لكني كنت أتسأل هل يمكنني الدخولها لقد تمكنت من دخول مسجد هنا في قطر إنه جميل إنه حقا مكان جميل ليس فيه أب كما في الكنيسة هناك إلها واحد إنه أمر مختلف عن البقية أليكس إكوادوري آخر يتعرف على الإسلام عن قرب للمرة الأولى وتطأ قدماه مسجداً للمرة الأولى كذلك أنا داخل المسجد للمرة الأولى من الجيد أني جئت إلى هنا للتعرف على الثقافة وعلى الدين كذلك إنها أمور مثيرة للاهتمام ومختلفة عما تعودناه إنها تجربة رائعة وكان مركز عبدالله بن زايد المحمود الثقافي الإسلامي القطري قدشنا مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم بالإسلام من خلال كتيب ديني ترجم إلى ست لغات رئيسية تحت عنوان فهم الإسلام هكذا هو مونديال قطر نسخة مغايرة تماماً عن جميع النسخ السابقة نجح فيه المنظمون في إبهار العالم ويبدو أنهم في طريق النجاح لإزالة ولو جزء من الصورة النمطية المضللة التي رسخت لسنوات حول الدين الإسلامي ترجمة نانسي قنقر